اشتركوا في القناة 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 هي نار ابتلاء لنبلوكم ايكم احسن وعمل خلق الله الخير وخلق فيها واحد شوية من شر ولنبلوكم بشيء شيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والتمرات كثير من الخير وشوية ذا الشر باش يكون واحد نوع من التوازن لانا القضية في اختبار هاد المرض لابد ان نشوف الطبيب ونشوف الحالة الصحية ليحسن العوان كده بعد العائلات فقيرة كتخمم انها ربما كتتوجد في العالم القاروي او فيها مش بعض المدن خاصة اول مشكل خاصة غير الوقت مش يمشي يديون دو السمطر ثم خاصوا المشكل دي المواصلات كتلقى صعوبة دي الركوب باش يوصل عند الطبيب المختص وحيدا ما يصل عند الطبيب المختص خاصوا يتسلنه وقته ربما عنده عنده اكتضان او ازدحام الا كان طبيب اختصاصي ما يكونش عنده ازدحام ولكن غتكون ربما المصاريف ربما غير متوفرة هذه كلها اكرهات اكرهات كتخلي الانسان انه يتمطل على علاج ابنائه لكن كنبغي ندل لك سي محمد على واحد طريقة للعلاج لأولاد دينا اولادنا الصغار خاصنا لا بد نعانقهم على الاقل ثلاث مرات في اليوم هذا العناق ارمشي غير فرحان بهم وسعدان بهم هذا العناق في حددته علاج الخبراء في الطب دي الاطفال يلقوا بان هذا العناق عنده تأثير قوي على النمو دي الهم وعلى السلامة الاصحي العناق الاول يقضي الى النمو الجسدي السليم كدقال من Harold يكبر وجسده سليم بالعناق الاول والعناق تاني يقضي الى النمو العقلي السليم يعد لكي فهم وعندو وحد teams من دكاء والعناق الثالث يقضي الى النمو النفسي السليم كيد جسم عضوي دمو عضوي ودمو عقلي ودمو نفسي فإلى قدر كل أب وكل أم كي ياخد ولده الصغير وكي عنقه كي عنقه كل مرة في الصباح وسط النهار في المساء إلا كان لا قدر له ما كي يحضرش غيب من أجل نقمة العيش لو كي يحضر ولو غير مرة وحيدة كي عنقك لإبن لياله كي يضمه إلى صدره وكي بقى يدائمه وكي بقى يشعر بالأنس معه هذه العملية هذه رفها وحد القوة عظيمة للنمو النفسي والعقلي والجسدي عند أطفالها أما إذا كان عنده مرض روحي كان عنده مرض المس أو أم الصبيان أو غيرها فيكفي رائحة أمه الأم اللي كتقرم على مولدها أو بنتها وكتعنقهم وخدك لك العرق ديالها وخدك الرائحة وليس ولا مد ومع ذلك ريحة للأم هي شفاء للأبناء الصغار من الأرواح الخبيثة قد تصيبهم أم الصبيان قد تؤدي إلى بعض الأعراض تبدو أنها عضوية وهي في الأصل الروحية بسبب أم الصبيان الأم كتعنق وليدتها كتتغدق على يوم الحنان وكتحول ما أمكن شعرهم بالأمان لذلك بعد الأمهات اللي يغفر لنا ولهم بسبب الضغط ديال الحياة كتلقاها كتصرخ نار كامل الصراخ ودائما الشتائم وربما عندها الضرب والأب كجيعيان كده اللي مبالات ودوك الأطفال الصغار هم ملائكة الرحمن باغين من غير طعام والشراب والكسوة والمسكن باغين الحنان باغين العطف لذلك ألقى ونسكبار كتلقاهم بعد مرات كتلقا يسكنه هم وحزن عميق من اللي تقلم على الأصل للك الحزن ونجاه أنه لم يأخذ كفايته في الحناد الولدين في الصغر نحاول ما أمكن نعنقوا ولدتنا نحاول ما أمكن نحسوهم بالأمان نحاول ما أمكن نضحكوا في وجههم ونشوفهم إن شاء الله بحل الورود تتفتح بحل الأزهار تيدع أسأل الله الكريم سيد محمد الله يشافي لك هذا الوليد الله يطفل لي العمور اللهم تعالى يخفف ما نزل وأسأل الله تعالى انسيب ديالك اللي عنده هذا الضيقة وعنده هذا الرعشة سوله أدلقى بأن السمام دياله الضيقة وهذا الرعشة هو أنه جاتوا بعض المشاكل وبقى حاصرة في قلبه المشاكل راكينة را الناس كلهم عندهم المشاكل را الملوك والرؤساء والوزراء والكباراء والسفراء تهو ما عندهم مشاكل الفرق بالناس هو اللي تجي المشكلة وكيحاول ينجاوزها ويبدأ صفحة جديدة ويعيش لحياة طولا وعرضا وكي اللي عنده المشكلة كتسكن ليه في العظام كتسكن ليه بالداخل وكيبقى هزها معه كيبقى دائما يحمل معه حقيمة أحزانه وحقيمة همومه كي يقول بها ونعس بها ويصلي بها ويسافر بها وهذا هو السمام ديال المرض هذا الضيقة غدت حين وهذا الرعشة اللي كان جي غدت حين إلى قدر أنه يتخلص من حقيمة الأحزان ينسع له المشاكل والهموم يعيش الحياة ويلتمس الأعضار للآخرين ويفرح وحن عندنا هذا الموسم هذا الموسم عندنا موسم الفرحة والسرور بمولد خير المرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ودور الأبصار وضيائها اللهم أمين اللهم أمين يا أكرم الأكرمين ترجمة نانسي قنقر